السلام عليكم أخواتي ومرحبا بكم بجديد في قناتكم أخبار بلادي في هذا الفيديو أخواتي نحن نحكم لكم على الكثير من الأخبار المتعلقة بالجزائر من بين هذه الأخبار قدوم سرب من مقاتلات سو 57 كانت اقتنتها الجزائر من روسيا ولكنها وصلت للتو نحن أعطيكم تفاصيل هذا الموضوع في الأخبار أيضا وللأسف الشديد أخواتي لقيت الكثير من الجزائريين تقدروا تقولوا رأسهم مغلوق للأسف الشديد الأغلبية يعني هذا الأمر حيرني والله العظيمة الآن رئيس عبد المجيد تابون يعني رايس سهل في خطوات جلب السياحة إلى الجزائر وبالتالي السياحة بدأوا يجوا إلى الجزائر وذكر مريكم وش معناتها السياحة لأنه كان واحد المفهوم غالط وغارط بزافة أسنع يا أخواتي قبل ما تقلقوا كان يقول لك السياحة كريداخ للجزائر معناتها ريداخ للدعارة إلى الجزائر وهي الأمور هذا الأمر كاذب خوتي مش حاف من جيبوها هذا الهضرة ولكن لا علاقة لها كان واحد القانونين في الجزائر يعني يتبعهم كل السياح واحد ما رح يغلط وتير عبس خارج عن القانون وإلا الجزائر ستقوم بإرجاعه إلى بلده في المقابل السياحة في الجزائر تجذب الكثير من الناس اللي حبوا زعماء يشرون منتوجات الجزائرية وبالتالي تساعد الجزائريين يعني بشكل مباشر أو غير مباشر رح نعطوكم تفاصيل هذا الموضوع وكيف بدنا نشوفوا تنوع تح السياحة الجزائريين يعني واحدة من إسبانيا والآخر من سوريا رح يبدأوا يجون للجزائر ويشوفوا الجمال الحقيقي إلى الجزائر عفوا نتعى الجزائر نازم خاوتي قبل ما نخرجوا من هذا الفيديو تكونوا مقتنعين باللي السياحة ما هيش ديك البولول والغولة الكبيرة لها رح تجيبن السياحة الجنسية والبين قصة مش عفا هذا الأكذيب والجخليط هذا منينجا في الأخبار أيضا وحسب تقرير أمريكي يعني هذا أمريكا نشراته قال لك المغرب متخوفة من قرب العلاقات بين الجزائر وأمريكا يعني لأن المغرب تعتمد على أمريكا كثيرا في الحين أن الجزائر ترى أمريكا يعني شركا اقتصاديا هكذا وفقط لكن يبدو أن الجارة رأي غيره في الأخبار أيضا رح نشيركم معكم تفاصيل مهمة للغاية حيث قامت اليمن باستهداف وإرسال سواريخ باليستية والباليستية على سفن حرب أمريكية يعني اليمن معديش في الناس قح وكان أيضا أمر مهم للغاية فكنا حكيناكم على خطف السفن واحتجازها ولكن السفنة الثالثة عكاية الصهيوني والتي تسمى بـ Central Park في الحقيقة لم تقم باحتجازها اليمن وإنما قامت الصومال باحتجازها وكما لاباكم يعني الصومال هي أكثر دولة في العالم في هالقراصنة وهنا مش نحكو على القراصنة على الانترنت القراصنة على الصح قراصنة البحر في الأخير نشيركم معكم خبر محبط للغاية بخصوص إيلون موسك كما شفتوا خوتي هذه أبرز عنوين أخبار اليوم بل أرجوكم قامنا حتى الآخر باشتعرفوا كامل التفاصيل وقبل ما نبدأ هذا الفيديو أدعمونا بالضغط على زر الإعجاب اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس أباكم هذه الأمور حتدعمنا تصدق الحملات السينيال هنا أخبت كما نباكم إيلون موسك دير حركة يعني مخزية فبعد دفاعه يعني الحق ويعني حرية التعبير تعرض للضغط من طرف الكيان الصهيوني ما يضطره يعني إلى خسارة الكثير من المعلنين وبالتالي يعني الموقع التاعه تعالى تويتر قريب منهار إيلون موسك كما نباكم خوتي عنده الكثير من الشركات في العالم منها ستارلينك هذه ستارلينك منها لتقاطعة الانترنت على غزة ستارلينك هما لساتيليت يعني الأقمار الصناعية تبعت الانترنت إلى الأرض وإيلون موسك يعني خلى أهل غزة يكون اكتيوب هذا الانترنت تعالى ستارلينك ولكن يعني هالي راح هذا إيلون موسك إلى إسرائيل ولا عفوا إلى الفلسطين المحتلة زع ما بدأوا يريدوا حقيقة الهجوم بتاع 7 أكتوبر وبدأوا يبكوا قداموا وهو زع ما أمنهم ولكن في الحقيقة هو ما أمنهم ما هو خافتي هو خاف على المصالح التعوى وعلى المعلنين اللي سحب روحتهم وبالتالي خسر ملايين الدولارات ما لا وجداره حاب يرضي الكيان الصهيوني ما لا راح لهم ودار معهم اتفاق الشيطان في هذا الاتفاق أعلن أنه لن يكون هناك أنترنت للفلسطينيين من شركاته ستارلينك هذا الأمر مخصي ويبين لك بللي حتى إيلون موسك يعني أغنى رجل في العالم ما هو إلا عبيد للنقود وكان يقولها بكل فقر كان يقول بللي آه زعملوا كان جاءت حرية التعبير في خطر وندري راح نخسر الدراهم راح نخلي حرية التعبير ولكن تبين أن هذا الأمر كاذب والآن ليس بالوقت الطويل أظن أنه إيلون موسك راح يبدأ يقوم بمنع المنشورات التي تنشر الحقيقة حول كيان الصهيوني وتدعم فلسطين للأسف الشديدة يعني يقدروا صهاينا يرضخوه حقا ويركعوه وخلوه يبين على الكلب اللي هو حقيقة فيه يخلت زعمة مجددا في منشورات أخرى عادي يقول بللي بعد الحرب سأقوم ببناء غزة وأقوم ببناء كاميرا غزة ولكن غمك لا تسييد شد العصام النص رايبانة حقيقة الآن خلوتي حبيت فقط نعطي لكم هذا الخبر باش تكونوا عارفينه وش حصاري في العالم والأخبار منين راه يجينا لأنه التويتر راي يساعد على نقل الحقيقة وإذا تعرضت تويتر إلى يعني كما كم تشوفوا الابتزاز فالحقيقة راح تولي تصل مفابركة فالخبر الآخر الجزائر راح تصلها أسراب قوية جدا من طائرات السو 35 على حسب قناة العسكرية التي تسمى مليتري دي زادة أو قناة المعرفة يلك مصدر مطلع قال أن قناة المعرفة رسميا الجزائر مقبلة على استلام دفعة تضم أعدادا ضخمة من طائرات السو 35 حيث يتواجد في هذه الأثناء طيارون من القوات الجوية الجزائرية في روسيا لإجراء تدريبات نهائية التي تسبق الاستلامة تنوه قناة المعرفة أن نفس الأمر يحدث كذلك مع السو 34 يعني الجزائر رأي مهتمة بكل ما هو السو 35 سو 34 وأيضا السو 57 التي ستصل إن شاء الله في غضون عام 2025 حتى 2027 أيضا العدد المحتمل لهذه الطائرات اللي راح تجيب منها الجزائر السرب كبير هو 40 طائرة مقاتلة من هذا النوع وهذا العدد كبير جدا فأشراكم في هذه السفقات خوتي وهل تهمكم؟ خبروناكم في التعليقات في الخبر الآخر وبخصوص الجزائر وعلاقتها الدولية أمريكا يعني تقرير أمريكي ينشر مقال يقول فيه بليل مغرب راي خايفة من قرب العلاقات بين الجزائر وأمريكا فكما عبركم خوتي يعني علاقة المغرب مع أمريكا علاقة أساسية فهي عندها ميول يعني الغرب يعني ميول لسياسة الغرب وكل هذه الأمور ولكن الجزائر يعني ما يشد ما هي مع الغرب ما هي مع الشرق يعني الدير كل ما يقف مع مصالحها فقدر تتفق مع أمريكا مثل ما قادر تتفق مع الصين وفي كل المجالات في الأسلحة أو أي شيء آخر الآن طبعا الجزائر استقطبت الكثير من المستثمرين وحتى السياح ضخنات لكم التفاصيل تع السياح وجاءوا كثير من المستثمرين الأمريكيين باش يستثمروا في الجزائر طبعا هذا الأمر ما عجبش المغرب لأنه المغرب راي تشوف بلي الجزائر يتسرق لها فالمستثمرين يتحى أدخلوا خاتلي هذا الأمر لهذا الحد المغرب طاحت بها يعني ولت تغير من الجزائر حتى من المستثمرين وأبدت انزعاجها من هذا الأمر وهذا خوتي مشيحنا الجزائريين لنا نقوله إنه متقرير أمريكي يكشف هذا الأمر هذا كشف معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في دراسة أجراها باحثون مختصون أن الإدارة الأمريكية الجديدة تتفاعل بشكل ناشط مع الجزائر كما قلت لكم بخصوص زخم العلاقات والتجارة والاستثمار بين البلدين الآن قلت ترى الدراسة أن الزخم الذي تكسبه العلاقات الجزائرية الأمريكية يشكل هاجسا للجارة الغربية المغرب التي خفضت سقف توقعاتها بخصوص موقف أمريكا من قضية الصحراء الغربية بخصوص قضية الصحراء الغربية خوتي فأمريكا تتوافق آراءها مع آراء الجزائر وهذا كان جليا من هل يلتقى وزير خارجي الجزائري أحمد عطاف مع وزير خارجي الأمريكي أنتوني بلينكين ويقال له نحن رؤانا تتوافق بخصوص قضية الصحراء الغربية أمريكا هذه الجديدة يعني ألغت الاتفاق لدارو دونالد ترامب بخصوص مغربية الصحراء الغربية والمغرب عودت رجعت مزيرو بخصوص هذه القضية والتقرير هذا خوتي قال لك وردت في الدراسة أن المخزن لا ينظر بعين الرضا إلى العلاقات الموطدة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية ناسيما ما يتعلق بالزيارات المتكررة للمسؤولين الأمريكيين إلى الجزائر مؤخرا أما أنتم أخوتي واخوتتي وش راكم في هذا الموضوع أيضا خبروناكم في التعليقات أيضا أخوتي كنت قلتكم بل الرئيس عبد المجيد تبون رامعول ينتهج سياسة مغايرة تماما لسياسة الجزائر في الأعوام السابقة فلوقت طويل جدا الجزائر كانت مغلقة يعني كانت مغلقة على نفسها حرفيا لكن الرئيس عبد المجيد تبون جاب مع خطة والخطة هي الوصول إلى 13 مليار دولار خارج المحروقات الآن أخوتي إذا كان زعمال رئيس عبد المجيد تبون عرف بلي هذا الخطة فيها ضرر إلى الجزائر ما كاش راح يديرها وطبعا كما لابدكم الجزائر من أجمل البلدان في العالم فلماذا لا نستغلوا هذا الجمال ونفتحوا السياحة للناس وش ما أنت ستفتح سياحة أخوتي كان الكثير من الناس كتقولوا تفتح سياحة مع أنت راك راح تفتح الدعورة والسياحة الجنسية وكل هذ أمور هذا الأمر غالط هاي لك سياحة راكم تشوفوا هذا الفيديو أخوتي هذه السائحة هذه راهي الدور في شوارع الجزائر تشتري المنتوجات الجزائرية والذوخة أنا ما نشو حتى سياحة جنسية هنا أخوتي وجدت كارسي لك طوطة وتروح تأكل بولاك تاعة الجزائر وفرحانة بيه ليس هذا الحسب زي الثانيك راحت إلى الصحراء وشافت منظر جمال الصحراء تروح تأكل المنتوجات الجزائرية وتخلص عليهم باللورو يعني المزيد من العملة الصعبة تضخ إلى الجزائر والمزيد من العرض يعني هذوك هيك راي تشوف جمال الجزائر رايح تنصح كل أصدقائها وكل متابعينها بزيارة الجزائر وجمالها أيضا تلقى الكرم تعلج جزائريين وعطفهم الآن خاتي خليني نسمحكم مش قادة شوفوا يعني هذو التراثة يعني الناس كي تشوفوا تهبل هذك الرسم تعطاسي في عمره أزيد من عشرة آلاف سنة هذا الأمور متشوفهاش بارتوفا عند الغرب يعني الجزائر طبيعية مئة بمئة من أجمل بلدان العالم يعني قلت هنا واحد الأمر مهم للغاية يعني حبكم تسمعوا خاتي شووش قلت قلت لهم كنت ندير ريجيم ساقي جيت لتزير نشي تقاع الرجيم خاش عجبتها نميك لأخوتي وعجبتها قران طيطة سمعتوش قيلت خوتي قلتم أنا ننصح قاعتك سكان العانبش يجو زوروا الجزائر قلتم لأنه الآن الحصول على فيزا في الجزائر أسهل بكثير مما كانت عليها هذا يثبت يعني خطوة الرئيس عبد المجيد تابون في تسهيل الفيزا يعني العانبش يعني يعزز من السياحة هذا الأمر خوتي مهم للغاية طبعا كنقول السياحة نقول أيضا العرب فمثلا خوتي هذا سوري جاء إلى الجزائر واندهش من جمال العاصمة وهنا خوتي أكثر شيء عجبه هو العانب الفلسطيني في البنايات الجزائرية كم راكم تشوفوا خوتي الجزائر كدير سياحة مش حتتخلى على مبادئها أمر غالط ما تخلوش الكلام يعني اللي ما عنده حتى أساس من الصحة يلعبكم بعقوكم يقولكم آه سياحة راح تجلب بنا الخماج وتجلب ما تجلبتونه الخماج اللي حتجلبه السياحة هو الدراهم خماج الدنيا ومرحبا بخماج الدنيا تعبد دراهم أنا نقصر خاتم بديروش عليها ولكن سيري أخاموا ليقولوا لي أي حاجة من السلبيات اللي راح تجلبهم السياحة نقولكم باللي أظن أنكم مخطئين فيها فمثلا تونس يعني تتكل على السياحة بزاف في اقتصادها لا علينا المغرب تعتمد هذه السياحة الجنسية وهذا الأمر خاطئ ولكن خاطئ خاصكم تخموا باللي المغرب 25% من سكانها أميين فهو بيدير كل شيء من أجل النقود والجزائر ليست بالمثل مثلا نعطيكم تركيا تركيا دولة مسلمة تدير يعني عندها السياحة من بين أكثر المداخل في البلد التاحة ودخلها الكثير من العمرة الصعبة لبلدها تركيا ما هيش معروفة بالسياحة الجنسية العكس هذا الأمور عندها يعاقب عليها القانون في البلد والناس اللي راحت للتركيا وديرت السياحة ثميك تفهم على بارها أيضا السياحة تساعد يعني جل المواطنين الجزائريين بطريقة مباشرة وغير مباشرة تساعد الناس بطريقة مباشرة الناس لهكذا اللي راهم يتعاملوا مع السياح ويبيعونهم ويكونوا لهم مرشدين سياحيين ويبيعونهم كما شفتوا الغذاء السمك الغران طيطة التجار راح يلقى راحتهم مليح مع السياح بالتالي المزيد من الدخل المداخل إلى الخزينة العمومية وبطريقة غير مباشرة مدام تزيد المداخل تعد دولة هتزيد نفقات تعد دولة على الشعب الجزائري وبالتالي يعني يتحسن الوضع عن المعيشة لكل الجزائريين فتم واشراكم خاطفي هذا الأمر خبروناكم في التعليقات الآن خلينا نهضركم شوي على المغرب يعني شفتوا واحد اللارقيمو أيضا غبي يقولوه الناس يقولوا قبلي هبصح هاتيك المغرب عندهم السياحة ورم عايشين باطل لو كان الجزائر دير سياحة ولي باطل لا لا هاتيك بو كان نفاهمت بو كان نفاهمك أسمع نتشو أسمع نتشو المغرب تعتمد على السياحة بنسبة كبيرة في مداخلها السياحة بجل أنواعها السياحة الجنسية السياحة كلش ومبانين البنى التحتية لهذا الأمر ولكن في حين كنت جي توظل الجزائر الجزائر عندها كثير من المداخل الأخرى يعني صراحة أن الجزائر ما تحتاجش إلى السياحة باش أتعيش لكن السياحة راح تكون مصدر دخل إضافي فهمتوا خابتي كيف فرق بين حاجة تكون عندك فيها مصدر دخل إضافي وحاجة تكون عندك أساسية بالنسبة للمغرب السياحة أساسية بالنسبة للجزائر مصدر دخل إضافي فهمتوا خابتي والآن طبعا يعني هذه الإحتجاجات التعالى المغاربة يطالبون فيها الحكومة بإعطائهم كل من الماء والغاز والمطالب الضرورية لأبسط الحياة مساكنة ما عندهمش هذا الأمر موش بالجديد ما راح نشاركه معاكم الآن ولكن أعطيتكم مثال فقط على برية أنا طولتكم في ذا السياحة ولكن خابتي ما نحبش أنا أشوف الجزائريين عندهم يعني نقص فهم بهذا الخصوص ويقعدوا حاطين في رأسهم أمر خاطئ وقعدين يعاودوا يكرروا ويكرروا ويكرروا فيه وما عندهم حتى أرقوموا بليه يقولوا بهذا الخصوص يعني ما قلتوا لي حتى حاجة تثبت بالسياحة حاجة عينة للبلد كل ما يتعلق بالسياحة هو أمر جيد للبلد في الخبر الآخر والأخير يعني اللي أنا طولت عليكم في هذا الفيديو كنا تحدثنا لكم عن استهداف ثلاث سفن إسرائيلية واحدة يعني تم الهجوم عليها وتضميرها وزوج واحدة أخرين تم حجزهم يعني الأولى تم حجزها من طرف القوات اليمنية ورانا شفنا الفيديو التحق ولكن الثانية لم تحجزها القوات اليمنية وإنما كان اتهام غالط يعني اللي حجزوها هم هذو تحسدان ولا المسلحين تحسد الصومال عفوا قالك البنتاجون يقول قراصنة الصومال المسلحون وليس الحوثيين وراء محاولة اختطاف سفينة تجارية في خليج عدن يوم الأحد أما بخصوص السفن الأمريكية فقد تعرضت إلى هجوم بسواريخ هجوم هو الأول بسواريخ باليستية من طرف الحوثيين تحسد اليمن واليمن ومنذ اندلاع الحرب في فلسطين أعنى لتعمها الكاملة لفلسطين بكل قواها العسكرية يعني حتى الشعب ناضح باش يدافع على فلسطين والآن اليمن مش تهاجم على إسرائيل فقط وإنما تهاجم حتى على أمريكا فقد استهدفت سفنها العسكرية قالك سواريخ باليستية يمنية تستهدف المدمرة وسماسون الأمريكية في خليج عدن أنتم أخبتي وشاكم في هذا الموضوع أيضا وشاكم في اليمنيين خبرونا لكم في التعليقات شكرا جزيلا شكري على مشاهدة لكم وصلتوا الآن لهذا الوقت ستعالفيديو وسنتقى إن شاء الله مع المزيد من الأخبار والمواضيع ولكن لا تنسوش وسيتكم في الأول أدعمنا بالضغط على زر الإعجاب واشتركوا في القناة هذا رحي ساعدنا بزيار شكرا جزيلا شكري على المشاهدة وسنتقى إن شاء الله مع المزيد من الأخبار والمواضيع إلى اللقاء شكرا